جو تيتشر تعليم بلا قيود السلام عليكم حبيب ناجيل 2007 طلاب العلمي طلاب الصناعي نكمل معكم في مادة التأسيس والحصة الخامسة في المادة التأسيس الآن في هاي الموضوع رح نحكي عن موضوع المجال وتحديد المجال الآن في هاي الطريقة يعني بشكل مهم وشكل سريع احنا كثير مر معنا بعض الامور لكن بدنا ننتبه عليها وملاحظات سريعة اولا بالنسبة لتحديد المجال يعني قيم اكس التي تجعل الاكتران معرف شو يعني كلمة معرف يعني ينتج عندك ناتج رقم تمام الآن الحالات التي يكون فيها بشكل سريع الحالات التي يكون فيها غير معرف متى يكون عندي غير معرف لما ينتج عندي ناتج عدد على صفر خصوصا بالكسور فإذا أنا ممنوع بالنسبة للكسر ينتج عندي في المقام صفر يعني في البسط عادي اه عادي ممنوع في المقام يكون شو صفر يعني لما عشانيك في الكسور مرت معكم بالصف العاشر حدد المجال للاكتران الكسري جميع قيم اكس التي التي هو نركز جميع قيم اكس ما عدا التي تجعل ايش المقام يساوي صفر هاي جدا مهم هاي بالنسبة للكسور الآن إذا كان عندي مداخل الجذر الزوجي عدد سالب مداخل الجذر الزوجي عدد سالب وهاي ممنوع فهذا غير معرف عشانيك مجال الاقتران الجذور هنا لازم تخليه للجوه لازم يكون اكبر او يساوي صفر اكبر او يساوي صفر اذا كانت عندي الآن بالنسبة لكثيرات الحدود الآن كثيرات الحدود بشكل سريع انت لما تجد تطلع عليه الآن انا مباشرة اوالله هذا مجاله ار يعني جميع الاعداد الحقية كثير الحدود دايما مجاله ار كثير الحدود هذا كثير حدود حكينا بالكثير الحدود اخذناها في الحصة الثانية او الثالثة حكينا كثير الحدود يكون قوة اكس موجبة وموجودة فقط في البسط تمام هاي عدد صحيح مش كسر الآن الاقتران النسبي حكينا المجال هو عبارة عن جميع الاعداد الحقية ما عدا اصفار المقام ما عدا اصفار المقام هنا بعض الاسئلة على الاقتران فهذا انا عندي اقتران كسري اوالله اذا جميع بيقول له جميع الاعداد الحقية بس تعلم سكل المقام ساوي ليه بالصفر وبنتج عندي الاكس بتساوي اثنين اذا بقول له كل الاعداد بتقدر تعوضها الا الاثنين ليش؟ لانه والله الاثنين بنتج عندي عدد على صفر فهذا غير معرف طيب نيجي على ايضا مسألة نسبي كسر الآن هو الجذر الفردي الجذر الفردي عادي يكون جواه موجب او سالب هناك حكيت لك انا بالجذر الزوجي فهذا الجذر فردي فاذا مباشرة جميع الاعداد الحقية وهنا فردي كمان جميع الاعداد الحقية نيجي هون مقام بمسك المقام بساوي بالصفر بقول كل الاعداد الحقية مع عداء صفر المقام الجذر الزوجي الجذر الزوجي مجاله مجاله انك تيجي بتحكي لي بتمسك اللي جوا الجذر لازم يكون اكبر او يساوي صفر فانا باجي بحكي هذا كله جوا الجذر تمام؟ فباجي بحكي هاي بد هي لازم تكون اكبر او تساوي شو صفر فالآن بطلع عندي المجال اكس اكبر او يساوي ثلاث يعني الاعداد الحقية لازم تكون من الثلاث واطلع يعني ليش؟ اذا عوضنا عدد اقل من الثلاث مثلا عوض الواحد بطلع عندك سالب ستة جوا بما انه طلع عندي سالب ستة جوا اذا هذا الجذر زوجي ممنوع يطلع جواه تسالب تمام؟ هاي النقطة المهمة هاي بالنسبة للجذور الآن مثلا ممكن يجيني جذر وكمان جواه مقام اه بصير عندك كم شغلة بدك تاخذها بدك تاخذ انت اصفار البسط اصفار المقام شو اللي بتخلي البسط صفر شو بتخلي المقام صفر فالآن هو انا بتيجي بدك تصير تحل لكل واحد لحاله فبصير عندك مسألتين طبعا هاي الامور قلت جدا يعني بطلت تيجي لكن احنا بالنسبة للنا فقط للمعرفة عشان الطالب يعني يكون منتبه الى يعني في يوم من الايام اذا مرت عشان يفهمها ويفهم شو المنطق اللي احنا بنشتقل عليه الآن بالنسبة لرسوم الاقترانات والاقترانات رسماتها مهمة جدا طيب استاذ وانت بتهمنا احنا كطلاب علمي وطلاب صناعي بتفيدك في درس المساحة لطلاب العلمي والصناعي الجامعات اما الصناعي الشامل فانت مش بحاجة هذا الدرس تمام يعني حتى الاقترانات كلها ولانه درس المساحة كله مش داخل معك لكن انت بصراحة كطالب صناعي رح تطلع حندسة يحل وكون نعرفها فالآن اول اقتران انا بدي اعرفه هو الاقتران الثابت الاقتران الثابت هو معنى العدد الحقيقي معنى الاقتران الثابت يعني عدد انا بالنسبة لقيه Y بتساوي شو عدد يعني معناه لا يوجد قيم لا X تمام فلان هذا الاقتران أنا والله Y تساوي سالب ثلاث اذا زال السالب ثلاث تحت Y بتساوي 4 الاربعة في الموجب طلع بس برسم خط افقي عند الاربعة هنا خط افقي عند السالب ثلاث شو ما بتعوذ قيم في X بطلع معك كله مع مين مع السالب ثلاث الاقتران الخطي Y مهمة جدا الاقتران الخطي بتكون قوة الاكس واحد وهاي جدا مهمة اهم شغلتين انت لازم توجدهم مقطع اكس ومقطع واي طب شو اللي بي يعني بداي اعرفهم مقطع اكس بتروح بتسوي واي بالصفر ومقطع واي بتساوي اكس بمين بالصفر بتساوي اكس بالصفر طبعا عن طريق الجدول يعني مثلا زي هاي والله عوضنا اكس صفر واي صفر اذا هاي صفر وصفر فاذا هاي خط خط هاي اقتران خطي عشان اكس سميناه خطي شكل رسمته على شكل خطي هنا مثلا مقطع اكس مباشرة مقطع اكس عندي هنا عندي سالب خمسة على ثلاث ومقطع واي هو عبارة عن خمسة فهونا الرسمة قطعت محور واي عند الخمسة وهونا عند السالب خمسة على ثلاث ورسمنا عندك خط طب استاذ ليش الخط على اليمين وهاي جدا مهمة اذا كانت الاي معامل اكس معامل اكس موجب الرسمي لوين لليمين تمام؟ إذا كان معامل إكس سالب تطلع الرسمي لوين لليسار الآن مثلا عندي والله هاي والله أستاذ هاي خليها شوي بالخطأ هنا الآن نيجع على الاقتران التربيعي الاقتران التربيعي رسمته بدها خطوات وبدها شوي التركيز طبعا هذا كل الإشي مر معكم في الصوف السابق لكن احنا منذكر فيه الاقتران التربيعي إذا كان معامل إكس موجب هاي جدا مهمة مفتوح لوين للأعلى فبتكون هيك رسمته للأعلى إذا كان المعامل إكس تربيع سالب فبتكون رسمته لوين للأسفل فلآن أنا مباشرة F في الإكس بتساوي إكس تربيع بعدها الآن أول خطوة بدي أوجدها بدك توجد لي إحداثيات الرأس طب شو يا أستاذ إحداثيات الرأس شو هاي الرموز اللي انت حطيلي إياها انت أول إشي توجد لي قيمة إكس اللي بتكون هي عبارة عن سالب B على 2A طبعا إحنا عرفنا مين هي الأي ومين هي البي ومين هي السي ضرور جدا بصراحة أنت كطالب الأي والبي والسي ما تتخربط فيهم الأي معامل إكس تربيع البي معامل إكس السي الحد الثابت كثير مهمة وما لازم تتخربط فيها طبعا هاي السالبة من القانون تمام الآن هذا الرقم اللي بطلع معك بتروح بتعوضه في Y وشوف لي يا قديش بنتج عندك فهي بتكون هاي إحداثيات مين إحداثيات الرأس فمثلا في هاي المسألة الآن هنا A معامل إكس تربيع واحد طب B معامل إكس مش موجود صفر C مش موجود كمان صفر فلما يجينا بدنا نعوض عندك طلعت صفر على عدد فإذا صفت معي هانا أنا عندي النقطة هاي كلها صفر روحنا عوضنا الصفر كمان طلعت صفر فإذا نقطة الرأس صفر وصفر فالآن لما بينه صفر وصفر والرسمة مفتوحة موجود معامل إكس تربيع موجود فالرسمة مفتوحة لوين للأعلى وهاي جدا مهمة إحنا اللي بدنا إياها الآن انت بهمك شغلتين أول إشتي وجد إحداثيات الرأس الشغلة الثانية تساوي الاقتران بالصفر عشان تعرف وين تقاطعه مع محور إكس هيك أنت عرفت تقاطعه مع محور إكس وعرفت مين اتجاهه وعرفت إحداثيات الرأس تمام طبعا تيجي تقوله أستاذ إحنا ما تعلمنا شيء في النوم لا عادي ما هو خلص ما تعرفت تحلل معادلة تربعية فبتقدر تحللها بشكل سريع هنا أوجدنا إحداثيات الرأس هذول النقطتين اللي أوجدناهم من هون كيف عرفناهم رحنا شو عملنا سوينا الاقتران بالصفر حلل إياها اعطيني عددين ضربهم خمسة طرحهم أربعة اللي هم إكس هنا إكس عدينا ضربهم خمسة طرحهم أربعة آه والله الخمسة والواحد طرحهم بعطوك إيش أربعة طب هاي إشارة الكبير زائد موجب ضرب سالب سالب فإذا من هنا إكس تطلع عندك واحد وهيها ومن هنا إكس تطلع عندك سالب خمسة وهيها هاي عرفنا مقطع إكس فهونا إذن التقاطع عند محور إكس هاي جدا مهمة طب أستاذ عايب تفيدني أنت ما بيجي السؤال أنه أرسم الرسمة لا 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 أنت هاي الرسمة إذا عرفت صير ترسم رسمة تقريبية إلها الرسمة التقريبية بتعلمك عشان تحل الخطوة اللي بعدها عشان ترتاح فقط لا غير يعني إحنا ما بدنا منك تجي ترسم بدقة لا إنت يعرف المبدأ يعرف من وين انطلقنا في هاي الرسمة الاقتران التكعيبي اللي هو بيكون عندك طبعا الاكس تكعيب فمباشرة عندك الاقتران التكعيبي بيكون بهاي الطريقة هون عندك هاي الاكس تكعيب ومش كثير أنواع رح تمر معك فإنت بس بالنسبة لأيلي أنا فهم لي كيف أنك ترسمها الآن بالنسبة للجذر أنا الجذر الآن ركز معي الجذر الجذر التربيعي بشكل سريع الجذر يا هيك تمام أنا هاي رسمتي الجذر بتكون بتبلش عندك هنا هاي عندي رسمة الجذر فالآن أنا عندي هاي رسمة الجذر ليش طبو استاذ لفوق لأنها موجب ممنوع يكون عندي أنا سالب لشينك وقفناها لهون تمام الآن مثلا زي هاي طلع هنا هذه طبعا هنا جذر الاكس خلينا نفترض هنا شو حطلك سالب جذر ثلاث ناقص اكس مغلبك شوية حطلك جذر حطلك يا سالب فنزلت لوين الرسمة قلبت لتحت هنا إذا كان خارج الجذر موجب بتكون لفوق إذا كان خارج الجذر سالب فبتكون لتحت طب من وين راح تبلش يا أستاذ عوض بدل اكس صفر عوض بدل اكس بدل واي صفر مثلا أو هون أي شي عوض البدكية بدل اكس صفر بدل واي صفر أهم شيء تطلع للمقطعين يعني مقطع واي ومقطع اكس فالآن يجينا هون عوضنا بدل واي صفر طلعت معنى اكس بتساوي ثلاث وعوضنا بدل اكس صفر طلعت معنى جذر الثلاث فيجينا لهون فيجينا الرسمة لتحت ليش طلعت معنى الرسمة لتحت لأنه في عندي سالب خارج الجذر سالب خارج الجذر في عندك مثلا هاي جذر الاكس هايها هاي رسمتها زي ما احنا رسمناها في الأعلى طبعا أستاذ تقول لي أستاذ شو هاي قاعدة الرسمات بتعلمنا انت اعرف المبدأ اعرف مبدأ الرسمة فقط لا قير الاقتران النسبي وهذا مر معكم بالصف العاشر رسمته بس بهاي الطريقة أنا بديك تعرف لي هاي هيك وهاي هيك طب هانا يا أستاذ ليش لأنه هون اركز معي محور التماثل طلع معي التقارب الخط التقارب الأفقي والرأسي طلع معي صفر وصفر تمام أما هنا هو خط التقارب أسفار المقام زي ما احنا حكينا هنا خط التقارب الرأسي عندك اكس بتساوي صفر فمحور هاي هذا اكس بتساوي صفر هذا خط التقارب الرأسي وخط التقارب الأفقي بما انه ما في عدد ثابت في الخارج فكمان عندك واي بساوي صفر فخط التقارب الأفقي كمان هاي هون هاي بالنسبة للاقتران النسبي الآن بالنسبة للقيمة المطلقة القيمة المطلقة مهم جدا مهم جدا انت في القيمة المطلقة أول شي تعرف لي هاي رسمتها تمام بتكون رسمتها دائما بشكل سبعة هاي رسمة القيمة المطلقة لكن أنا بهمني كمان بدي أحكي لك عنها كمان شوي اللي هي إعادة التعريف هاي كمان عندك مثلا زي هاي أنا دائما انت القيمة المطلقة يا هيك يا هيك طبعا بصير عليها إضافات طب كيف ده تصير ده تتعامل مع هاي الإضافات يا أستاذ بدك تتعامل مع هاي الإضافات عن طريق إيش تعويض عوض أي رقم عوض البدك إياه وطلع معك ناتج يعني أنا مثلا خلينا نعوض F الصفر بنعوض يلا هاي هنا صفر ناقص خمسة زائد خمسة مطلق السالب خمسة خمسة زائد خمسة بتساوي عشرة تمام فإذا هنا إذا أنا عندي الصفر هنا لما جينا نعوض الصفر بطلع معك إيش العشرة وبكمل وبعوض البدية وبنتج البدية وسهل الأمور لكن أنت كطالب أنت شو المطلوب منك أنت المطلوب منك أنك تتعامل مع المسألة بتروي وتفهم فقط المبدأ اللي تمشي عليه يعني أنا بالنسبة للقيمة المطلقة خلاص رسبتها يا سبعة يا ثمانية حسب الاقتران حسب الاقتران الآن نيجي على الاقتران المتشعب الاقتران المتشعب الاقتران المتشعب بشكل سريع في الاقتران المتشعب اللي حلو فيه أنه بحدد لي مجال طب أستاذ شو يعني مجال؟ اللي هو هاي الفترة اللي بيكون كتب لك إياه هاي إحنا هنا من سميها مجال يعني هون شو القيم أو الأعداد اللي ممكن أعوضها بدل الاكس؟ جميع الأعداد اللي أكبر من اثنين هون شو هي الأعداد؟ هون الاكس هي الأعداد الجميع الأعداد اللي أقل أو تساوي اثنين فإنت هون في هاي المسألة ما بتعوض إلا عند مين؟ عند الثلاث اكس وهذول الأعداد ما بتعوض إلا أنت عند سالب أربعة اكس زائد خمسة وهنا محلول الأسئلة وماشي الأمور الآن مثلا أنا عندي هنا طبعا هنا كله تعويض على نفس المسألة نيجي هون بيحكي لي هون من سالب واحد اكس أكبر أو تساوي سالب واحد و اكس أقل من ثلاث يعني جميع الأعداد اللي بين السالب واحد والسالب واحد لازم تتأخذ طب ليش سأدنا أن أخذها؟ لأنه عندي السالب واحد شو فيه عندي؟ فيه عندي مشاوة فيه عندي مشاوة وله الثلاث الثلاث ما بتدخل معنا أقل من الثلاث لازم يكون الآن بعوض في الاثنين اكس وهنا عندي الاثنين تربيع وهنا طالب مني تعويض أنا والله بطلب مني F0 بطلب مني F2 F3 F7 إلى آخره فأنا مثلا الصفر وين بدي يعوضها؟ الصفر بدي يعوضها هون في الاثنين اكس فبتصير عندك اثنين بصفر وتساوي صفر F2 آه والله كمان الاثنين هنا بتعوضها اثنين باثنين وتساوي أربعة بشكل سريع F3 الثلاث آه الثلاث عندي المساواة بأخذها فتصير عندي ثلاث تربيع وتطلع عندي كم تسعة السبعة آه والله السبعة خارج المجال يا أستاذ السبعة خارج المجال فهاي جدا جدا مهم طيب الآن مثلا بهاي الطريقة نفس الاشي أنا اجيت حكيت لك اكس اقل من صفر واكس اكبر وتساوي صفر الآن سالب ثلاث اقل من الصفر فبتصير عندي سالب ثلاث وفيه اصلا كمان سالب برة زايد اثنين فبتصير سالب سالب موجب صارت عندي ثلاث زايد اثنين وتساوي كم خمس نيجي نعوض الثلاث الثلاث وين معروفة عندي هون وتصير عندك ثلاث ناقص اثنين وتساوي كم واحد الآن الاثنين الاثنين وين موجودة أكبر من الصفر إذن ثنين ناقص اثنين وتساوي كم صفر الصفر الصفر باخذي عندي المساواة وتصير عندي صفر ناقص اثنين وتساوي سالب اثنين تمام هاي جدا مهمة بالنسبة للصورة وهاي يحل هذا السؤال بنفس الطريقة الآن القيمة المطلقة هو إعادة التعريف وهاي جدا مهمة وسؤالها بيجي في أسئلة الوزارة طبعا تش تقول يعني هو بطلب مني إعادة التعريف لا انت إعادة التعريف للقيمة المطلقة بتكون خطوة من الحل أو بداية الحل اللي انت بدك تبدأ في الحل بالنسبة لإعادة التعريف للقيمة المطلقة وهاي جدا جدا مهمة أول إشي بدك تعمله بدنا نجد أصفار الاقتران فأنت شو معناها يعني بتساوي الاقتران بالصفر لما أساوي الاقتران بالصفر بضع الأعداد وبضع عندي الإشارات الآن هنا بالنسبة للإشارات جدا مهمة يعني أنا هنا بشكل سريع عشان أفهمك إياها الآن أنا عندي هاي الاقتران بدي أحليلك إياها على اللوح الآن بشكل سريع أنا عندي الـ F الـ X بتساوي قيمة مطلقة X ناقص 5 الآن كيف بدي أعيد التعريف تمسك اللي جوه بتساوي بالصفر فبتطلع عندك X كم بتساوي؟ 5 حط للخط الأعداد هنا سالب ما لنهاية وهنا ما لنهاية الآن تطلع معي الـ X شو أشرتها؟ موجب فإذا نفس وهنا عكس طب سوش يعني كلمة نفس؟ يعني أي رقم أكبر من الخمسة رح يوخذ عندك مين؟ النفس يعني نفس الاقتران X ناقص 5 وأي رقم أقل من الخمسة رح يوخذ عندك العكس فبتصير خمسة ناقص شو؟ X طب دعا لنكتبها على شكل الاقتران متشعب طبعا هون انت مش بحاجة في السؤال في التوجيه تكتبها على شكل الاقتران متشعب تمام؟ لكن احنا بنعلمها للطلاب وبقدر يستخدم البدوية هنا X أكبر من خمسة وهنا X أقل من خمسة بالنسبة للقيمة المطلقة تقدر تحط المساويين ما بدك تمام؟ لأنه على الجهتين رح يطلب معك صفر الآن هنا الأكبر من خمسة رح يوخذ نفس الاقتران والأقل من الخمسة رح يوخذ عكس الاقتران هيك إحنا بنكون عدنا التعريف بعدها بكمل طبعا هاي الخطوة شو اللي بصير معك؟ إنه بكون والله مثلا الاقتران تكامل مثلا عندك من سالب 2 ل3 تمام؟ طبعا انتوا عارفين التكامل والله مثلا أنا عندي هنا السالب 2 ل3 باخذ السالب ولا باخذ الموجب لا والله من سالب 2 ل3 هاي باخذ السالب هون هذه اللي باخذها أنا هيني عرفت أعيد التعريف هاي عرفت أعيد التعريف طبعا حتى ممكن أنت بتقدر تعيد التعريف بهاي الطريقة لكن اتعلمها عشان أنت ترتاح وهي يعني بشكل سهل طبعا هون بدك تنتبهلي على شغله يعني ممكن هون يكون عندك الاقتران جوا ثلاثة ناقص X فهون لما بدك تعيد التعريف هون X راح تطلع معك ثلاث هاي اللي بيصفر الاقتران هاي سهلة فالآن عندك هون هاي نحط خط الأعداد هاي الثلاث ما لا نهاية سالب ما لا نهاية هون راح يكون عندي مش نفس بس نفس إشارة الـ X فسالب هون موجب ليش حطينا هون سالب هون موجب يا أستاذ لأنه الـ X إشارتها سالب فأخذت الأولى نفس والـ X إشارتها سالب فأخذت الثاني عكس هاي جدا مهمة بدنا ننتبه عليها كثير كثير طيب نيجي على تحليل بعض القيمة أو إعادة تعريف القيمة المطلقة ومش دائم نطلع معي خطي طيب خلينا نيجي هون عندك مثلا هاي إعادة التعريف يلا أنا الآن أول إشي بدي أعمله بدي أحكي أنت أساوي الاقترام بيبشو بالصفر اسحب عامل مشترك والله X يظل عندي خمسة ناقص X تساوي كم صفر من هنا X بتساوي صفر ومن هنا X بتساوي كم خمسة فالآن باجي بحط خط الأعداد هاي صفر وهي الخمسة تمام فالآن هنا أنا عندي هون سالب ما لنهاية وهون المال نهاية فالآن دا جا تطلع نفس عكس آه نفس عكس نفس اليشي يمشي تعال نشوف نجرب بناءة تربية آه بتأخذ إشارة أكبر قوة سالب موجب سالب فالآن شو معنى أنه سالب رح نأخذ العكس فرح تصير عندك X تربيع ناقص خمسة X هون نفس نفسها خمسة X ناقص X تربيع هون العكس بتصير عندي X تربيع ناقص خمسة X هيك احنا عدنا التعريف وحلناها المسألة تمام هاي بالنسبة للخواص القيمة المطلقة وإعادة التعريف طبعا هون زي ملخص عملنا لكم إياها إذا كانت عندك هي سالبة فبدك إذا كان عندك A معامل X أكبر من إذا كان موجب فإن الأكتران بيكون عندك موجب إذا كان عندك سالب فإن الأكتران بيطلع عندي سالب وهي بعض الخصائص اللي إحنا ممكن نحكيها الآن بالنسبة للأكتران الأكبر عدد صحيح أو هون حل المتباينة حتى آه القيمة المطلقة أو المتباينة هون بدك تنتبه لي عليها القيمة المطلقة إذا كانت هون بالنسبة للمتباينة مع القيمة المطلقة إذا كان الأكبر أو يساوي عدد موجب فبتصير محصور ها العدد اللي بره أكبر أو يساوي من القيمة المطلقة فبتصير محصورة بين السالب ومين مين بين الموجب أما إذا كانت أكبر من عدد موجب لا هون بدك تخليها مسألتين هاي مهمة يعني هون القيمة المطلقة هي الأصغر هنا القيمة المطلقة هي الأكبر إذا كانت هي الأصغر فبتصير محصورة بين السالب والموجب وهي جدا مهم أما إذا كانت أكبر من الموجب فهي بتصير محصورة بين مرة أكبر من الموجب ومرة أقل من السالب وهي كثير مهمة طبعا أنا اللي قاعد بحكي لك إياه في بعض الأمور فقط للتعريف الآن الأكبر عدد صحيح صراحة بطل يمر معنا لكن أنا حاطه هنا للإطلاع ليس إلا لأنه ممكن يمر معك وبشكل بسيط أنا حتى كاتب عنه هنا عامل لك إعادة تعريف إله وهي سهلة جدا الآن أنا بهمني بالنسبة للقيم المطلقة وشو بستفيد منها بالتحليل وهاي الأمور ورسم الأكترانات أنت الآن أنت كطالب مطلوب منك تنتبه في رسم الأكترانات أنك تعرف ترسم تعرف كيف شكل الأكتران التقريبي أنا ما بدي منك شكل الأكتران بالضبط لا أنا بدي منك شكل الأكتران تقريبي فقط لا غير بالنسبة لإعادة التعريف أنا لازم أعيد تعريف بعض الأكترانات قبل ما أبدأ بالحل منها الإقتران التربيعي الآسف القيمة المطلقة الجذر بدي أتأكد هل هو أجد مجاله عشان أعرف أحل ولا ما أحلش بدي أشوف الإقتران المتشعب وهذه كلها مرت معكم ومريتوا فيها لكن القصد فيها الاهتمام الأكثر بالنسبة لهذه الأمور بدك تنتبه فيها وتكون بالرسمة عارف رسمة تقريبية أعيد التعريف تكون أموري تمام بإذن الله تكون أموركم بالسليم الآن نيجي على النسبة المثلثية وأنا هاي بدي أخليها على الحصة الجاي وإن شاء الله منلتقي فيكم يعطيكم المعارضة السلام عليكم